بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن التيمم شروط مشروعية التيمم من شروط مشروعية التيمم دخول الوقت وهذا الشرط دخول الوقت إنما هو لمن ذهب إلى أن التيمم مبيح وليس برافع وأما على القول بأنه رافع للحدث فلا يأتي هذا الشرط وهو الراجح كما ذكرنا سابقا الشرط الثاني من شروط مشروعية التيمم عدم الماء أن يكون غير واجد للماء لا في بيته ولا في رحله إذا كان مسافرا ولا في مكان قريب منه يمكن أن ينتظر حتى يحصل على هذا الماء فهو عادم للماء ولا يستطيع حصوله دليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء الشرط الذي بعده الشرط الثالث الزيادة في ثمن الماء كثيرا فما دام أن الماء موجود لكن يباع بثمن زائد على ثمنه العادي إذا كان ثمن اللتر من الماء مثلا بثلاثة أو أربع ريال فإذا كان زيد في ثمنه فأصبح ثمنا مرتفع وهو لا يستطيع أن يدفع هذا الثمن فإنه حينئذ يتيمم ينتقل إلى التراب ويتيمم لأنه في حكم العادم للماء الشرط الرابع العجز عن ثمن الماء الأول الزيادة في ثمن الماء وهو قادر على أن يدفع لكن فيه زيادة وفيه غبر كثير الشرط الرابع أنه يكون عاجز عن ثمن الماء لا يقدر ولو كان رخيصا فليس معه ثمن الماء فبالتالي أيضا يعتبر عادم للماء ويتيمم الشرط الخامس إذا خاف باستعمال هذا الماء أو طلبه أو البحث عنه أن يتضرر بدنه إذا خاف باستعماله يعني باستعمال الماء في الوضوء أو في رفع الحدث الأكبر الغسل إذا خاف أنه يتضرر بدنه وذلك بأن يكون مريضا والله سبحانه وتعالى يقول وإذا كنتم مرضى أو على سفر فإذا كان مريضا ويخاف باستعماله لهذا الماء أنه يتضرر أو إذا طلب الماء تضرر أيضا بأن يتعرض للوحوش أو يتعرض للخطر فإنه حينئذ يكون في حكم العاجز عن استعمال الماء ويتيمم الشرط السادس الخوف باستعمال الماء أو طلبه ضرر الغير يعني في الشرط الخامس أن يكون الضرر على نفسه إما باستعماله للماء كونه مريض أو فيه جرح أو فيه مرض به مرض يؤدي به إلى أن يتأثر بهذا الاستعمال أو إذا طلبه طلب الماء تضرر بدنه أو خاف على نفسه أن يهلك فإنه حينئذ يتم هنا الشرط السادس الخوف إذا استعمل الماء أو طلبه أن يكون الضرر على الغير على رفيقه أو على ماله اللي هو دواب به بأن تعطش أو أن يكون رفيقه مريضا أو نحو ذلك يتضرر باستعماله لهذا الماء وهو محتاج إلى هذا الماء فحينئذ ينتقل إلى التيمم ويكون في حكم العادم للماء السؤال الجمع بين الطهارة بالماء والتيمم هل يمكن أن يجمع الإنسان بين أن يتطهر بالماء ويتيمم في وقت واحد هناك الصور الأولى إذا وجد ما أن يكفي بعض أعضائه يعني أنه يكفي لأن يغسل وجهه ويديه فقط فإنه يتطهر به لأنه يعتبر في هذا الجزء واجد للماء وفي الأعضاء الأخرى عادم للماء فيتيمم بعد استعماله للماء لما بقي من أعضائه الصورة الثانية إذا كان به جرح في أحد أعضاء الوضوء يضره استخدام الماء فإنه يغسل الأعضاء التي ليس بها الجرح ثم يتيمم لهذا العضو المجروح ويغسل الباقي ويجعل ذلك التيمم في الترتيب بعضهم قال أنه بعد ما ينتهي من الوضوء فإنه حينئذ يتيمم لباقي الأعضاء يعني حينما ينتهي من الماء فيتيمم وقال أحدهم وقال بعضهم أنه بعد أو قبل قبل أن يغسل بالماء فإنه يتيمم قبل أن يغسل الماء ثم ثم بعد ذلك يغسل أعضاء وضوءه حكم طلب الماء للطهارة يجب عليه أن يطلب الماء لأن ذلك أمر به الشارع وجعل الأمر على سبيل الإلزام فلم تجدوا ماء يعني لازم أن يبحث ويسأل ويحاول أن يجد الماء في وقت الفريضة أو في وقت الصلاة فهذا واجب عليه أن يبحث عن الماء ويسأل عنه حتى يجده سؤال من نسي أنه قادر على التهارة بالماء ثم تيمم وهو قادر على أن يتطهر بالماء مثلا يعرف أنه أن حول أو قريب منه ماء فنسي ثم تيمم فلما صلى وجد أن الماء قريب منه فما الحكم قيل يعيد الصلاة يتطهر بالماء ويعيد الصلاة ف لو قيل كيف يعيد الصلاة والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤخذنا إن نسينا واخطأنا فالجواب أن هذا تحصيل شرط والشرط لا يسقط بالنسيان وكون نسي مع وجود الماء قريبا منه فهذا تفريض فلو أنه تروى وتذكر وسأل في الأمر لا أدى به إلى أن يجد الماء فيتطهر به ثم يصلي وهناك من قال أنه لا يعيد لأنه لم يقصد مخالبة أمر الله فهو حينما صلى كان منتهيا إلى أنه عاجز عن يجد الماء والأحوط أن يعيد هذا ما ذهب إليه بن عثيمين رحمه الله قال الأحوط أن يعيد والعلماء إذا قالوا الأحوط لا يعنون أنه واجب بل يعنون أن الورع فعله أو تركه لألا يعرض الإنسان نفسه للعقوبة والله أعلم